موسيقى مرة أخرى نحييكم مشاهدين الكرام في فقرتكم ضيف المساء عبر قناتكم انفانت كاتخ مرحبا بكم أشهد وزير الداخلية وما وراء البحار الفرنسي جيغالد دارمانا بالرباط بالتعاون الأمني المتميز القائم بين فرنسا والمغرب وأبرز دارمانا خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الداخلية السيد عبد الوافل افتيت تنى التعاون بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية في المجال الأمني يبقى متميزا في ظل الرهانات المشتركة من قبيل مكافحة المخدرات الشبكات الإرهابية والجريمة وقصد الوقوفي مشاهدين عند تفاصيل هذا الموضوع وبالتفصيل نسعد باستاذ عبد الحاكيم قرمان الباحث في العلوم السياسية أستاذ عبد الحاكيم مرحبا أهلا سيعتمان تحية لك والتقام والأستاذ المتابعي مرحبا أستاذ عبد الحاكيم بداية كيف تعلقون على هذه الإشادة من جانب الوزير الفرنسي قبل أن ندخل في تفاصيل ما يخص الجانب الأمني بين المغرب وفرنسا وهي تعبير واضح ويؤكد أولا الروابط التاريخية بين البلدين أن هذا واقع معروف ومشهود من الطرفين وكذلك هو ربما إعلان عن بداية مرحلة جديدة لتطوير وتتمين المشترك والرقي بالعلاقات التي كانت قائمة وعرفت بعض المحطات الآخرة فالآن هذه واحدة الإشارة على أن هناك الحمد لله استئناف لصفحة جديدة ولمصر آخر أكثر تطور وأكثر تعاود في المجالات المتعددة اللي ربما تحدث عليها في الحوار دياله وفكرة آخيرة هو أن سيد دارمانان جاف بعد واحد سيد سيد لدلقاءات اللي ضمت مسؤولين آخرين من الحكومة الفرنسية والحكومة المغربية في عدد من المحطات السابقة وبتالي كانت بحل واحدة عملية تتويج أو تلخيص لهذا المجال ديالتعاون المشترك نعم الوزير الفرنسي تحدث مع سيد عبدوة فيلفتيت عن التعاون بين فرنسا والمغرب كما قلنا فيما يخص المجال الأمني وقال أنه يبقى متميزا في ظل الرهانات المشتركة ماذا يعني ذلك أستاذ الله؟ مع أنه التعاون في المجال الأمني نقدر نسميه واحد المحور بارز وأساسي وستراتيجي لعلاقات التعاون التاريخية القائمة بين البلدين وفي محطات كثيرة وفي خضم متغيرات وأحداث كبرى عرفتها المنطقة وعرفها العالم طبعا نتحدث مثلا الآن على التعاون المشترك الوثيق بين البلدين من ناحية الأمنية في ثلاث قضايا تعتبر الآن عنوين بارزة لتحولات القائمة سواء على المستوى الإقليمي والدولي هي مكافحة الجريمة المنطقة مكافحة تماما الإرهاب وأيضا مسألة الهجرة الغير شرعية والهجرة الشرعية أيضا كيفين بغي تدبيرها وتنظيمها إن هذه ثلاث عنوين بارزة للتحولات الكبرى للإقليم وأيضا عن المستوى الدولي تتعرف تميز ملحوظ كما عبر عن ذلك الوزير الفرنسي في تعاون الوثيق بين البلدين وفيه مصلحة ونفع للبلدين نعم المسؤول الفرنسي تحدث عن التهديد الجديد الذي تمثله الجريمة الإلكترونية على مستوى البلدين وأبرز أن بلاده مستعدة لتقديم دعمها للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب والمساهمة في جهود المملكة لمواجهة التهديدات التي يمكن أن تنشأ في منطقة السحل والصحراء كيف تعلق الأعضاء؟ هنا تعاون والمساعدة أو الدعم أو المؤازرة كل طرف للطرف الثاني ليست فقط من تجاه واحد طبعا فرنسا عند إمكانيات وخبرات وكذلك نبغي استفادته منها ولكن أيضا المغرب له تراكم ونتائج ومنجز وتحدثوا عن هذا ومنجز على المستوى الأمني في كل هذه القضايا التي تكلم عليها السيد درمان لكن بالنظر لأن ربما الجريمة الإلكترونية الآن أصبحت عنده واحد التشعبات واحد الخطورة دقيقة وسرعة انتشار طبعا ربما في هذا الاتجاه يمكن أيضا لتعميق هذا التعاون والتطوير والارتقاء به يمكن يعطي أيضا واحد القيمة مضافة للعمل الأمني على المستوى المغربي وعلى المستوى الفرنسي نعم تحدث أيضا عن الوزير الفرنسي عن زيارته للمغرب وقال بأنها تندرج في إطار الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب كي قلنا في البداية أن هذا الحديث الذي كان حديث مطول وأيضا حديث واضح وفيه رسائل متعددة توجهت المصالح لنظيره في المصالح الأمنية في المغرب وهو السيلفتيت وأيضا للمجتمع المغربي بكل مكوناته بأتبار أن البلدين لا تتقسموا شيء غير هذه الجوانب الأمنية والتدبيرية ولكن يتقسمين ما هو أكثر والقيام المشاركة والتاريخ واللغة هو التكامل الإنساني بحيث يذكر أن عدد كثير من الفرنسيين الآن هو من أصل المغربي وتحدث عن الجالية المغربية تماما حضور فرنسي متنامي داخل المغربي في عدد من القطاعات التعليم والتقافة والفلاحة والسياحة وهناك آفاق لتطوير هذه الحركية وتدبيرها بشكل يعودوا على البلدين بقيمة مضافة على المستوى لما نقوله التأثير على مستوى التنمية في البلدين وأيضا لتعزيز الروابط والتفاهم التقافية والسياسية والديبلوماسية حول القضايا الاستراتيجية لطبعا المغرب الآن القضايا الأساسية دي الواضحة وتعبر عليها بوضوح ومطالب الطرف الفرنسي كي يدخل في هذه الدينامية أيضا التي تأخذها المغرب على مستوى تموقع في المحيط الإقليمي والقاري وعلى رأسها قضية الاعتراف الواضح والسريح بمغربية الصحراء نعم وفرنسا أيضا تعرف وتعي بقيمة المغرب اليوم بكل تأكيد فيما يخص المنطقة بكل تأكيد الكلام ديال درمانان في كل محطة اللي تكلم فيها على التجربة أو المشترك بين البلدين على المستوى الأمني خصوصا في كل القطاعات دياله دائما يختم الكلام دياله بأن هذه العلاقات تخصى التطور وتخصى التعزيز وتخصى تحين ما تحديد وجديد هذه العلاقة لما هو أرقاء وأفضل باش يمكن تغطى هذه الدينامية تفرض واحد لما نقلوح القفزة أو واحد تفرج وتحدث عن خارطة طريق طموحة في كل القطاعات بكل تأكيد إذن إذا أعطينا واحد الدفعة واحد التفاهم والتفاهم لمطالب أو لتطلعات كل طرف بشكل متكامل أكيد سنحق معا فرنسا والمغرب ليس فقط على المستوى الأمني بكل قطاعاته وتمظهوراته ولكن على مستوى ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وقال هاتك هتحدث أن المغرب شريك استراتيجي وفي فرنسا تتعتمد عليه في السابق وفي الحاضر وفي المستقبل إذن الأمر واضح أن الأفق واعد إن طبعا فرنسا مشات فهذا الشيء اللي يتكلم فيه دار مانين في باقي المستويات الأخرى السياسية والديبلوماسية أيضا باش تكتمل الصورة وتواصل فرنسا والمغرب علاقات الشراكة والتعاون والصداقة مع الاحترام المتبادل لكل طرف وخصوصا فيما يخص مغربية الصحرات كان من فرود تكون هي من أوائل من أوائل المعترف وربما قبل احتلوية المتحدة بأتيبار أن فرنسا كانت هي البلد التي تتعرف خصوصا كالجارة إسبانيا وطبعا ربما كيف تقول المغربية ربما كنتوا خيرا في خيرا يمكن الآن أيضا الموقف ديالها غالي يعطي أيضا واحد زخم إضافي تحتاجه المنطقة ويحتاجه البلدين لتطوير العلاقات ونشكرك شكرا جزيلا على كل هذه القراءات وأيضا شكرا لكم مشاهدين الكرام لكل الزملاء في أمان الله شكرا